بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة إلى قدسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطرق الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد فاتقدم عبد الرازق بالتهنئة لقداسة البابا وإلى جميع الإخوة الأقباط بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد دعينا الله أن يعيده على قداسة البابا على كل المصريين بكل الخير والسعادة وأشهد عبد الرازق بالوحدة والتلاحم بين أبناء هذا الوطن مسلمين وأقباط والتي كانت ستظل هي الحصن المنيع وركيز الأكبر لتحقيق النهضة الشاملة لمصر الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لرئيس السيسي